موسيقى السلام عليكم كديرين كنتمنى تكونوا بألف خير اليوم جيت نشارك معكم واحد الكريب مالح ستشوفوا معي المقادر هنا مقادر ديال اللي جينا جوش كيسان ديال دقيق عنبه فرز عندي الملح و البزار و شوية البودرة جوش معلقة زبدة مدوبة مع جوش بيضات و نستطرة الحليب هذا هو المقادر ديال اللي كخب نحضره بالنسبة للحشوة انا اخترت نديرها بالخوضر الفلافل كيف ما كتشوفوا احمر و اخضر عندي جزار واحدة محكوكة قرعة واحدة صدر ديال الججم قطع طريفات صغار و بصلاة ممتوسطة مقطع مكعبات ندعوه على بركتي الله سنحضر الكخب ملولين ديال الحليب الملح و البزار و راس زمع نحضر الكخب نحضر الكخب نحضر الكخب نحضر الكخب نحضر الكخب نضيف الكخب كيف ما كتشوفوا عامرين نحضر الكخب نحضر الكخب نضيف الكخب كيف سنحن الكخب يدعوه حتى انها اضيف الكخب زبدة نغطي بلاستيك غذائي ونجعله على اقل واحد نصف ساعة ارتاح بموجة الحشوة نحن نحضر الحشوة نضيف الصدر الجاج مقطع مكعبات صغار كما تشوفوا مع البصلة نضيف الخوضر نضيف الخوضر نضيف الخوضر نضيف التوابل نضيف الخوضر 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 كيف ما تشوفو هنا غادي نسعين بما طابت لي هادي غا نجيب مقلع اخر ديال بغرير وغادي ندرجوش في دقة على حساب الوقت انا وجدتهم الفطور قلت نتربي شوية ندرجوش ديال المقلات من الاحسن هنا يبي ما كتب من سحت شوية عندك حدو معها تكون العافية مهلة شوية ماشي مجهدة تكون توسطها شوية باش ما كتتحرقش لنا الكريب ديانا حيطر الكريب غير قاقة يعني ما ما تكون شغلة ايضا كيف ما كتشوف وراء درت المقلات ثانية درتها باش تسخن مقلات ديال بغرير حتى هي درتها باش تسخن باش نعاوم بكل بهم بجوجهم ودغايا نكمل الكيمية اللي عندي هنا غادي نكمل بهم كاملين العجينة ديال الكريب كاملة ونطيبوا منطلقة ان شاء الله باش شوفوا الشكل نهائي ديالهم هنا مبعد ما طابوا لي الكريب ديالي كيف ما كتشوفوا جوزوينين خفيفين هنا غاديت فرمج ديال ساندويتش غادي نقسمها على جوش وغادي نديرها في الكريب بعد ما قبل ما ندير بعدها الحشوة كيف ما قلت لكم الحشوة اختيارية يعني اللي متوفر عندكم تقدروا تديروا تقدروا غير الخضر بحالة لما كانش عندكم لدجاج لكفتة للاديند ديروا غير الخضر مع الفرمج شموكي جوزوينين وبنيينين هنا غا نشكلها على شكل مسيم منه كارية ونضيرها في المول هذا انا ما عديش كيلي كيبغي يحمرهم في الزبدة فوق العافية انا اختاريت ندخلهم غير الفران حدرت ضيجة الزبدة يعني اخدخلهم غير في الفران غادي نزينهم بفرمج محكوك من الفوق هندخلهم من فران غير باش يدوب هاداك الفرمج متلة الدخلاني ويتقعت هنا هاداك الفرمج حتى هو من الفوق سافو غادي نخرجهم ندخلهم غير شوية ماشي بزر نسخة الفرامل تحت ومن فوق وندخلهم نحسب الفرمج ديب سافو نخرجهم بغيتوا الطريقة اخرى بانكم تاخدوا واحد مع القادية الزبدة وتديروها تلقوها في المقلة احتاجها تدوب مزيان ومن بعد تبدأوا تحمروا فيها تاخدوا الكريب ديالكم وتتحمروا فيها بالجواني بجوج ممكن انا بغيتم ما بحالها كناش فيه نزوقتهم بالفرمج كيفما كتشوفوا شوية من الوسط وغادي ندخلهم لفرمج كي يدوب الفرمج الدخلاني ويدوب حتى هذا الملفوق ويتحمره ونطلقوه مع الشكل نهائي ديال كخاب ديالي ديال الدجاج زوينين رائعين هذا هو الشكل ديالهم من بعد ما اخرجهم من فران غير داب حسيت بها تلك الفرمج الدخلاني داب وحتى هذا الفرمج الفقاني حتى هو داب مزيان جاء شكل ديالهم زوين هذا قدرتهم مدورين ونطلقوه معده محل 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 كنتم نتمنى هذا الفيديو ويعجبكم ويلقى الإعجاب ديالكم لا تنساو اش اعبونا ولايك والجرس ونطلقوه في فيديو قادم ان شاء الله شكرا